اشتركوا في القناة 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 سواء المسائل دي المبادلات تعامل الحور ولا تستيرد وتصدير في جميع المجالات سواء السيارات سواء المنتجة الزراعية. يعني الى غير ديك جمعة كبيرة من الامور اللي يعطيني نعطيك. كنعرفوا بان الجزائر يعني الغاز ديال الجزائر تسعين في المية منه كتمشي لأوروبا. اللي هو الاسبانيا وكيتفرق لباقي أوروبا. يعني كل الغاز الجزائري كيتفرق على على أوروبا بصفة عامة. تسعين في المية. عصرة في المية اللي كتخاف المغرب. وكنعرفوا ان الاعتماد ديال اقتصاد الجزائرية يعتمد على الغاز وعلى البترول. والغاز اكتر من البترول. يعني هذا هو الاعتماد اللي كتتعتمد عليه الدولة الجزائرية بحد نسبة كبيرة. بالنسبة للاقتصاد ديالها اللي العائدة دياله هي باش كتصرف الدولة على المواطنين ديالها الى غير ذلك. القرار ديال اللي عد مشي تتبون في هذا الوقت هذا يعني عنده بزيف ديال الدلالة. لماذا? لان الامور كلها واضحة. كتعرفوا ان مؤخرا ان القرار ديال المحكمة ديال المحكمة ديال الدولية بخصوص الموضوع ديال القضية الصحراء. يعني الجزائر يعني والجنرال ديال الجزائر كي اعترفوا يعني بداية ديال الخسارة او ببداية ديال الهزيمة في قضية ديال الصحراء المغربية. يعني بزاف ديال المراحل تمشات من 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 ديهم خاصة بعد القرار الاخير ديال المحكمة الدولية. طبعا هاتش هذا ده خلى انه آآ بما ان الجزائر بصفة عامة او كن حضر على الله النظام الجزائري كيخسر هاد القضية هذي وان اسبانيا وفرنسا ودول اخرى اصبحت تنحازوا الى المغرب. يعني بطريقة اخرى اصبحت تنحازوا الى المغرب. فهنا يعني طبعا عدت مجد تتبون غد يستعملوا وسيلة ديال الدغت ديرو. الشي اللي كانت خافت منه اوروبا من من ما انا تحفي مع روسيا غادت تحفي الان مع الجزائر. بالرغم ان يعني الجزائر او آآ خاصة العاملين في القطاع المسؤولين على القطاع ديال الجاز اللي كيتصدى الاسبانيا من بعد ما مشات النائبة ديال الوزيرة الاسبانية. اني اكدوا لها بان انا اسبانيا غادت توصل بالامدادات اللي محتاجها اسبانيا كما الاول. بان الخط ديال اللي كي يمشي على المغرب تلغى هاداك. فهنا يعني هنا تخوف بداء ديال الاتحاد الاوروبي وديالاسبانيا صفة عامة. يعني لو كان مع مرور الوقت شنو يقدر يوقع يعني واش غايكون الالتزام ديال الدولة الجزائرية في الامداد ديال الغاز كافي كما العادة وما يحطش اسبانيا في ازمة والاتحاد الاوروبي في ازمة ولا غادي يبقى يعني الرئيس الجزائري يبتز اسبانيا والاتحاد الاوروبي بخارجات وكلام بحلاكة واللي يستفز يعني اسبانيا ويخليها يحطها في موقف حريس اللي ما غادش تقدر تعاول عليه مئة في المئة من هنا القدام. يعني لاحظتوا ان مباشرة بعد نهاية العقد اللي كان مبروم ما بين جزائر والمغرب واسبانيا التنهاء مباشرة بعد نهاية العقد فالتلعبجي تبدأ بوسائل الضغط دياله خاصة بعد كما قلنا القرار الاخر دي المحكمة الاوروبية بالنسبة للمحكمة العدل الدولية بالنسبة لقادية ديال ديال السحراء المغربية. هنا يعني 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 غادي يكون نفس المشكل اللي خافت منه اوروبا اللي غطح فيه مع روسيا كي يبلي بانا غطح فيه مع الجزائر. ولكن هاتش هذا يعني صراحة هو من حق ان الرئيس يدير اللي يبغى ويقرر اللي يبغى وشغله هادا. ولكن هاي من باب يعني آآ كوجهة نظر ان بمأن الاقتصاد يعتمد بنسبة كبيرة على الغاز فايضا يعني الدولة يعني يعني تحتاج الغاز يعني وخاء ان اوروبا بلا به ما تقدرش تزيد ولكن حتى الجزائر بلا تصدير ديالو ما تقدرش يعني يعني العائدات انها تصرف على الدولة. هنا يعني آآ يعني آآ يعني الرئيس معرفة شغل يكون عنده الحكمة الكافية باش انه يقدر يسير هاد الامور هذي اللي جايه من القدام بطريقة آآ جيدة لانك تعرفوا ان مؤخرا الجزائر اصبحت تميل في العلاقة ديالة مع روسيا واصبحت يعني آآ كتوطت العلاقة ديالة اكتر مع روسيا وماشي بعيد كين اتفاقيات يعني تحت الطاولة بين الجزائر وروسيا اللي مخبية اشياء اخرى اللي غير معروفة طبعا للعالم اللي ممكن تجيه في الايام القليلة القديمة. على اي نيات السنوات القديمة الجاية يعني كتحمل اخبار غير سرعة على ما اعتقد خاصة بعد ما طاحت اوروبا فالازمة هذي الحالية اللي غات عيشها على الاقل هذي التلات سنوات هذي اللي كن نحن فيها دابا ومن بعد غد نعرف وشنوها يوقع مهم. العموم الامر متشبكة الاخوان والضغط بان آآ على آآ كيمارسو الرئيس الجزائري خاصة بعد القرار الاخير ديالة المحكمة الدولية وهنا غادي نشوفوا ايش كتخبي الايام القليلة القادمة فيما يخص لا لا هذي التعامل والتزام اللي قالتو الجزائر بالنسبة الاسبانيين يعني اللي خرقات الجزائر العهد ديالة انها تمد اسبانيا التمديد الكافي غادي يكون يعني ازمة في اسبانيا بالنسبة للغاز وغادي ترتفع على اسعار وغايت تضروا جميع الناس خاصة يعني المواطنين سواء اسبان او مهاجرين كانوا مغاربة او جزائرين او غادي اللي كني كيعيشوا باسبانيا وصفة عامة وهنا غادي نكونوا فعلت الموقف اللي عدم يعني الثقة لان الدولة ما كيكون واحد نظام مع نظام تفق ولا واحد اتفاقية مش يعني يعني لعب الدلالي كما كقول احنا يعني يكون مسألة من هنا على الثقة وعلى الحكمة فتسير الامور الموضوع حد الساعة هنا واقف وهنا بدأ هنا بدأ احنا نقول مشي هنا وقف هنا بدأ وماذا تخبي الايام القليلة القادمة تخبي مفاجآت خادي نشوفوها قرارة الواقع ان شاء الله تحيط لكم محبين قناة كريم كسر انما كنتم كنشكركم للايك ديكم وعلى دعم وتواصل وراحب بكل مشترك جديد من الاخوة الجزائرين ايضا مرحبا بيوم معنا واحتفظ القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة